الامريكي المستمر للعرب للفلسطينيين بشكل خاص للمصريين للجميع استفزاز حتى للمجتمع الدولي استفزاز للإنسانية يعني بنس ياخد بعضه ويخرج من مصر ويروح طالع على الكيان الصهيوني المحتل للأرض العربية فلسطين وغيرها من أراضي زي الجولان في سوريا على سبيل المثال أو المرش راش على سبيل المستان آخر نجد أنه الراجل يتحدث على أنه يقف الحقيقة في القدس عاصمة إسرائيل تبقى لكلامه فأنا أفهم أنه ده الخطاب السياسي المفهوم منه باعتبره جزء من الإدارة الأمريكية نائب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صاحب هذا القرار الأخير أو يعني مصمار أخير في النعش لو صح التعبير يعني ويقول إحنا هذه رسالة بسيطة أنه أمريكا تقف ويقول لك إيه أمريكا تقف مع إسرائيل لأننا نؤمن بالحق على الباطل وبالحرية على الاستبداد يعني الولايات المتحدة الأمريكية شايفة أنه الكيان الصهيوني هو دولة الحق وأنه العرب هم شعب الباطل يعني لما ييجي ناس أوروبيين ضيد ويعنيهم ملونة وشعروهم أصفر فجأة ييجوا من بلادهم علشان يحتلوا بلادنا ويقتلوا أهلينا ويبنوا مستوطنات يقتلوا ويبنوا مستوطنات هو ده الحق وإحنا اللي على بطل إيه ده؟ بالحرية على الاستبداد الحرية في اعتقال عهد التميمي وإحنا المستبدين يعني إحنا اللي بنعتقل إحنا اللي بيونكل بينا إحنا اللي عيالنا بتتقتل إحنا اللي ناسنا مش عارفين يخشوا وطنهم فإحنا اللي مستبدين وإحنا اللي على باطل لكن المحتلين هم اللي على حق وهم المؤمنين بالحرية بمناسبة خطاب مايك بانس نائب رئيس الأمريكي في الكنسة بالمناسبة تعالوا نتكلم على وقعة حصلت اعتداء من أفراد أمن الكنسة النهاردة على نواب القيمة العربية المشتركة وطردهم من الجلسة اللي شهدت خطاب هذا الرجل الجائر بحديثه المستفز السافر السافل حديث سافل إحنا نتحدث على أشخاص ليه؟ لأنهم ما احتجوا على سياسة الإدارة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني رفع النواب العرب الحقيقة لافتات مكتوب عليها القدس عاصمة فلسطين فيقوم ينقض عليهم الحرس وينقض عليهم النواب الصهينة علشان ينزلوا لفتات الأدس عاصمة فلسطين ينزلوها بالعافية ويتم تمزقها ويخرجوهم بعد كده من القاع بمنتهى العنف والجور هو ده الحق في وجهة ناظر بانس وهي دي الحرية وهي دي الديمقراطية العظيمة في المنطقة اللي تحدث عنها ترامب في خطابه لنقل السفارة أنها مثال يحتزى في الحرية والديمقراطية فيضرب النواب المجرد أنهم معترضين نواب يحقوا لهم التعبير سلمياً عن موقفهم حقوهم احنا نواب الكتلة العربية لم يفعلوا سوى أنهم الحقيقة رفعوا لافتة بتقول الأرض دي بتاعتنا طالب رئيس الكنسة حرس الأمن إخراج النواب العرب سريعاً من الجلسة ومنعوهم من الدخول والحضور أو استكمال الحضور النواب العرب في الكنسة قالوا بعد تردوهم أنه أمريكا لم تكن في أي يوم وصيط نزيه لحل القضية الفلسطينية وأن الإدارة الحالية تسجل ذروة غير مسبوقة بالتبني الكل لسياسة اليمين الاستيطاني الجائر الصهيوني المتطرف